افتتح مساء أمس المزاد السوري البحريني المشترك الأول للطوابع والعملات والتحاف القديمة المزاد يعكس العلاقات المتينة بين الدولتين الشقيقتين ويؤكد الأواصر الأخوية بين الشعبين الممتدة عبر التاريخ التفاصيل في هذا التقرير رغبة منهم في الارتقاء بفكرة تنمية ثقافة الحفاظ على التحاف والأدوات القديمة تم تنظيم المزاد المشترك بين مملكة البحريني والمملكة العربية السعودية الشقيقتين والذي قدم مجموعة من التحاف والأدوات المرتبطة بحقب مختلفة هو حدث جميل يستحق الإشادة من الجانب السعودي مع الشقيقة البحريني في هذا التجمع الجميل لهواية ذات مضمون ثقافي عالي وإحنا كسفارة ندعم هذا التوجه ونتمنى أن يكون هذا خطوة أو حدث لأحداث أخرى قريبا لتطوير النشاط الثقافي بين دول مجلس العام الخليج هذا المزاد ضم 250 قطعة من العملات القديمة والطوابع والمقتنيات التراثية وتمثل هذه القطع مجموعة أثرية ندرة تراثية وتاريخية بالإضافة إلى عدد من الصور ومجموعة من العملات التي تحتوي على أخطاء وطوابع إسلامية تعود لفترات قديمة جدا وغيرها من المقتنيات التاريخية المزاد دي طبعا يحتوي على مواد تراثية أنتيك طوابع عملات فيها أخطاء وهذه المزاد طبعا نحن هدفنا نجمع الهواء ونوفر القطع لناس تروح المزادات البرع وتقتنية نتمنى أن يكون انطلاقة للبناء تأسيس المزاد في البحرين مثل أي فعالية تقام في البحرين السياحة العلاجية نقول مثلا هاي بعت سياحة مزادات أهداف المزاد هي تجمع كبار الهواء والمحترفين والمهتمين بالتراث والإنتيك والطوابع والعملات وهذه فرصة المزادات كلها تعتبر فرصة للثقافة ونقل ثقافة الخليج على مستوى الخليج طبعا من أهدافها برضو أن حتى الهاوي يقدر يطلع على ما هو كل جديد في عالم الهواء وممكن فرصة في المزاد أن يشتريه وبيع ويكمل مجموعاته الناقصة من جانب آخر عبر عدد من المهتمين عن بالغ سعادتهم بتنظيم هذا المزاد في البحرين إذ من شأنه أن يساعدهم على تنمية هواياتهم في هذا المجال المزادات التي تقيم هنا في البحرين طبعا تجمع رواد المزادات في الخليج من السعودية كويت قطر عمان الإمارات فتجمعهم هنا فيكون لهم البيت الخليجي حق المزادات الموجودة في البحرين فجميع القطع لها عمار ولها يعني تكون قطع نادرة قطع عالمية تراث أنتيك فأحنا المكان هاي يحتوي الناس كلها هاوي عملات والعملات النادرة فقط فاليوم شاركنا بعملتين اللي هي خمسين قطر ودبي ومية قطر ودبي وإن شاء الله تكون من نصيب حد من الموجودين هنا طبعا هدفنا مش البيع والشريع لا طبعا يعني بس هدفنا أنه ننميها الهواية نشجع الناس على الهواية هواية حلوة وتاريخ حلو وشغلها بثقافة في هذا المزاد تم بيع معظم القطع التي عرضت وكان من بينها جواز سفر فلسطيني يعود لثلاثينيات القرن الماضي ما يعني بأن فرصة إقامة مثل هذا النوع من المزادات المتخصصة من شأنها تعزيز الجانب السياحي ما يمنح البحرين سمعة واسعة وفي ذات الوقت سيلفت أنظار الشباب للإهتمام بمثل هذا النوع من الهواية والإقبال عليها خول لدي جرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين